اشتركوا في القناة قد كده ما نكونش متأكدين من صحة الأخبار بس احنا عارفين ان فيه هجوم إرهابي حسب تصريحات الجيش على الحرس الجمهوري كان فيه استشهاد لزباط وإصابة يمكن أكتر من مجند وعلى الطرفين كمان فأول ما نعرف ديتيل زي ما قلت أكتر أو تفاصيل أكتر هنكون معاكم طبعا احنا النهاردة معنا مجموعة من الفقرات فبنبتديها دائما معاكم بفقرة الصحافة وهيكون منورنا في السوديو الأستاذ أشرف البرباري الكاتب الصحفي المتميز هو رئيس قسم الأخبار بجريدة الشروق وطبعا هيكون معنا تفاصيل كل عنوين الأخبار الرسمية وغير الأخبار في الصحف الرسمية وغير الرسمية والتعليق عليها وكمان هيكون معنا دكتورة رحاب العودي واستشاري الطب النفسي ونكلم معاها عن استغلال الطاقة الإيجابية عند الشباب أنا حاسة أن أنا ريوايند من 2011 و11 ساعة الصورة وإذا كنا ممكن أن نستغل تاخد الشباب فحاجة إيجابية فأنا حاسة أننا نعي نفسنا مرة تانية بس أتمنى المرض يكون فعلا في طريق الصح وكمان هيكون معنا عن الأغنية الوطنية هيكون معنا شعر غنائي وملحن وهو محمد عوف وسيمون فايز ونكلم معهم عن الأغنية الوطنية وعن تغيير الأغنية الوطنية من زمان لدلوقتي التغيير اللي طرق على الأغنية الوطنية وأخيراً لا أخيراً وليس أخيراً هيكون معنا مي وهبة ومحمد عبد العزيز وهما عدوا حرك التمرد وهنتكلم معهم عن تعليقهم على الأحداث من ساعة عزل الرئيس الدكتور محمد مرسي من يوم 30 يونيو وبعدها وأخيراً هيكون معنا كاتب عبد الجليل الشرنوبي وكاتب صحفي وهنتكلم معاه عن تنظيم الإخوان المتأسلمين بنبدأ عاكم على طول الشيحنا متأخرين ونبدأ معاكم فقرة الصحافة ومعنا رئيس قسم الأخبار بجيت الشوق كاتب الصحف المتميز أستاذ أشرف البربال